أم الربيعين تطوي أول أيام الربيع على وقع فاجعة ما كانت لتكون بتفاصيلها المأساوية لو لم تكن في العراق الجديد مئة شخص ويزيد محمولون على ظهر عبارة صغيرة لا تكفي خمسين شخصا تقطع عباب نهر دجلة فتنقلب بمن فيها على مرأة الجميع ولك أن تتخيل المشهد نداءات استغاثة صراخا وعويلا أمهات يحتضن أطفالهن ورجال يضربون في الماء عبثا لا طائرات إنقاذ ولا فرق دفاع مدربة لا وزير ولا مسؤول يحركه الضمير لاستدراك الفاجعة فقضي الأمر على وفاة نحو مئة شخص تأكد مصرعهم غالبيتهم من النساء والأطفال بينما آخرون لا يزال مصيرهم مجهولا ولعلهم في هذه اللحظات لحقوا بمن سبقهم تمر الحادثة بشكل شبه طبيعي على الحكومة كلمات رثاء نمطية وقليل من الحزن المصطنع ولا عجب من ذلك فهؤلاء الضحايا هم أبناء مدينة أبيد عشرات الآلاف من سكانها بنيران الحكومة وميليشياتها والداعمين لها ولم يرف لهم جفن عين تأويلات كثيرة وكلام طويل قيل عن أسباب الحادثة فالبعض يعزوها إلى أن العبارة كانت تحمل أعدادا فوق طاقتها والسؤال هنا من يملك تلك العبارات ويستثمرها ليدفعه الجشع إلى حشر كل هذه الأعداد في داخلها أما الجواب يترك للميليشيات التي تدير الجزيرة السياحية في الموصل وتستثمر العبارات في تلك المنطقة تأويل آخر يعزو سبب ارتفاع عدد القتلى إلى غياب وسائل الإنقاذ الحديثة وفرق التدخل السريع وهذا يدين المسؤولين عن إدارة محافظة نينوى ومن ورائهم حكومة بغداد فهل كان الغياب أو حتى التأخير متعمداً؟ حوادث غرق الزوارق المطاطية التي يستقلها المهاجرون من أوطانهم عبر البحار والمحيطات شاهدها العالم وعرف أن أسبابها وجود مهربين متاجرين بأرواح الناس ومأساتهم فماذا يا ترى سيقول العالم عن ضحايا فاجعة الموصل الذين قضوا غرباء عن أوطانهم وإن كانوا داخل حدوده ترجمة نانسي قنقر